طاقتك لهذه الطاقة العامة لك أنت في طاقة قوية جداً أنت في طاقة غضب وطاقة اندفاع وطاقة تسرع أنت ربما حدث معك شيء جعالك مندفع بهذه الطريقة وتريد أن تذهب لشخص ما لعلّك ستذهب إلى الحبيب لكي تخانقه تغضب منه تقول له كلام قاسي لا تشجر معه لأنك ربما تكون هذه طاقة غضب غيظ أو ربما تكون أيضاً من قسرة غيظك وغضبك تريد أن تلحق هذا الحبيب لعلّه قد تركك وذهب إلى مكان آخر هذه احتمالات خذوا ما يناسبكم إذن هذه الطاقة هي طاقة التسرع وغضب أنت ترى الحبيب تراه بأنه قد أقفل عليك العلاقة وذهب قد أنهى العلاقة بينكما تماماً نهائياً أو بأنك تشعر احتمال آخر بأن هذا الحبيب تعرفه من حياة سابقة لعلك تعرفت عليه مجدداً وأنت تشعر بطاقة وإنجزاب عالي باتجاه هذا الشخص وكأنك تعرفه من حياة سابقة هذه أكثر من احتمال خذوا ما يناسبكم الحبيب في وضع جداً صعب هو يمر أو مرّة أو سيمر في الأيام المقبلة في حالة صعبة جداً في حياته في إنهارتام في أزمة كبيرة ستدخل إلى حياته أزمة فجائية ستكون بمثابة الصائقة عليه لا يعرف ماذا يفعل هو في طاقة جداً صعبة واحتمال بأنه يكون أيضاً متواصل معك بالروح فأنت تشعر بأنه من حياة سابقة وهو أيضاً متواصل معك بالروح احتمال بأن هاتين طاقتين وهذا الشخص جداً يحبك وهو يشعر بك بمثابة طوأم للروح وهو عنده إنجذاب عالي جداً لك فاحتمال أن يكون هذا الشخص قد مر في حياته في أزمة كبيرة جعلته يخرج من العلاقة معك وينهيها وأنت غاضب جداً منه من هذا الشخص أو بأنك منجذب إليه جداً منجذب إلى هذا الشخص وتعرفه من حياة سابقة وأنت وهو متواصلين جداً بالروح ربما تكون هذه إما علاقة جديدة أو علاقة قديمة إما علاقة جديدة وكأنه يعرفه من حياة سابقة أو علاقة زواج قد طالة ولكن هذا الزواج احتمال بأنه يكون قد انهار لتسرع لغضب لشجار حصل بينكما وهذا الحبيب يعشقك ويعتبرك توأم لروحه ولكنه قد قطع معك العلاقة أو أنه متواصل معك في الروح بشكل كبير هذه الثلاث كروت تواصل روحي عالي جداً أو الطاقة الأخرى بأنه قد تباعد لأمر ما قد أغضبه منك احتمال بأنك أنت تسرعت وأنت غاضباً منه وتريد أن تلحقه لعله قد ترك العلاقة وأنت تراه بأنه ترك العلاقة وذهب يشوق طريقه في مكان آخر وقد قطع الكلام معك فهذه أكثر من احتمال طقاتك لهذه القراءة أنت إما في هذه الفترة قد طلبت الانفصال أو بأنك تريد أن تتزوج وكما ظهر لنا في الطاقة فأنت متسرع جداً ومتهور في هذه الفترة وتريد أن تلحق الحبيب لعله ذهب وتركك وأنهى العلاقة معك وأنت جداً غاضب وتريد أن تتزوجه في هذه طاقة الزواج احتمال بأنك تريد أن تتزوج من هذا الحبيب بسرعة وأنت طالب منه الزواج لأنك تشعر بأنه تركك وذهب أو بأنك متشاجر مع هذا الشخص وأنت طالب منه انفصال أنتما في علاقة الزواج وأنت طلبت منه انفصال وهذا الحبيب بعدما طلبت منه انفصال لنعتبر بأنك طلبت هذا الانفصال هو يحاول أن يدافع عن نفسه بكل قوة وهو له أسباب ويحاول أن يظهر لك الأسباب التي جعلته يتصرف بهذا النحو وهو يدافع عن نفسه وعن أفكاره بشراسة حتى الآن أو بأنك إذا كنت تريد منه الزواج من هذا الشخص وهو غاضب منك جدا وهو ما زال متمثق بأنه يريد أن يبتعد عنك فهذه طاقتين لشخصين مختلفتين الأولى طالب أنت تطلب من هذا الشخص الزواج وتريد أن تلحقه لأنك ترى بأنه تركك والشخص الآخر أنت تطلب منه الانفصال لأنك تشاجرت معه أيضاً وهو أيضاً مبتعد عنك ويحاول الدفاع عن نفسه ولكنه يبتعد عنك أنت تشعر بأن الحبيب هو في وضع اجتماعي جيد جداً تشعر بأنه مشهور معروف كثير من الناس من حوله ربما يعمل في الانترنيت يعمل على السوشال ميديا معروف مشهور كثير من النساء من حولها كثير من الرجال من حولها وأنت ربما تغار عليه جداً وأنت في طاقة الغضب الشديد ربما أنت غاضب من هذا الشخص لعلك تغار عليه جداً وقلت له كلام صعب وهو قد غضب منك لهذا السبب وتعد عنك وهذه هي البطاقة تظهر لنا مشاعرك على نحوه أنت تشعر بأنه معروف وكثير من الناس يحبونه وهو في وسط معروف فيه مشاعر الحبيب يرى بأنك أنت البيت والعائلة والسعادة والركيزة التي كان يشعر بها أنت كان يشعر معك باستقرار كبير في حياته أو ربما يشعر بأنك قد طلبت منه الاستقرار طلبت منه بيت أو طلبت منه شيء يشتريه لك وأنت وطلبت منه أن تكون حراً ربما كنتما تعيشان في ضمن أسرة كبيرة وأنت طلبت منه وتشعر بأنك هذا الحبيب قد فرض عليك شراء منزل وأنت لا تقدر على شراء هذا المنزل لكي يصبح حراً فهو يريد أن يكون حراً أو بأن هذا الحبيب يشعر بأنك أنت سعادته وأنت المكان الذي يكون معك فيه سعيد وفرح وهذا يراك هو أنت تحب الحرية وتعشق بأن تكون مستقل مادياً وأنت إنسان جميل وملفت للنظر وواضح وصريح ومحبوب ومستقل أيضاً كما قلت مادياً الحبيب هو ينوي بأن يعيد لك حقك إذا كنتما إذا كنت أنت قد طلبت منه الإنفصاد فهو سيأتي إليك ويحاول أن يعيد لك جميع حقوقك المدية إذا كان بينكما أطفال إذا كان بينكما أموال سيعطيك حقك بالكامل وسيكون واضح وصادق معك هذا الشخص وسيكون عادل ويعطيك حقك هذه هي نوياً وخطوته القائمة بأنه سيقدم لك عرض مادي عرض مادي مستقر أو بأنه سيقدم لك عرض عمل استقرار بزواج مع استقرار مادي ولكن هذا الفارس هو فارس بطيء جداً لا يحقق لا يقوم بأي خطوة إلا بعد فترة طويلة هو يظهر على نفسه الاستعداد وإبداء الاستعداد في هذه الفترة ولكن ربما تكون مدياته أو ظروفه لا تسمح له بهذا هو عنده الأساس ولكنه ينظر إلى المستقبل هو سيعطيك حلاً مؤقتاً حلاً مبدئياً أنا أريد ربما تكون هذه العلاقة جديدة وأنا أريد استقرار معك طويل الأمد وأنا واضح وجدي وسريح معك ولكن ليس في هذه الفترة أنا ينقصني الكثير وربما هو يقاتل في هذه الحياة ربما هو يتعب ويجتهد من أجل أن يحصل على لقمة العيش وربما أموره لا تكفيه لكي يشتري مثلاً بيت لك يكون مستقل لا تريد أنت أن تكون معه في عائلة في مكان العائلة تريد أن تكون لوحدك أنت وهو وهو سيحاول أن يقدم لك عرض ثابت وواضح ولك القرار والاختيار وأنا أرى في هذه العلاقة جداً مصير جيد أنا أرى تفاهم ونضوج فكري وروحي وعقلي أنا أرى بأن هذه العلاقة إن كانت علاقة زواج وإن كانت علاقة خطوبة وإن كانت علاقة قديمة منذ فترة ومهما كانت المشاكل بينكما أنا أرى بأن هذه الفترة ستتوصلان إلى قرار مقنع جداً لكم الاثنين يرضي تفكيركما ويرضي قلبكما هذه النتيجة جداً جميلة لا أرى زواج ولكن أنا أرى نتيجة جداً مرضية للطرفين نصيحة لهذه القراءة أن تكون حكيماً وواعياً وتفكر بالعقل ولا تتسرع فأنت في الطاقة العامة ظهرت لنا بأنك غضوب ومتسرع وربما قلت كلام قاس فهذه البطاقة تقول لك كن حكيم بتصرفاتك ومسؤول ولا تتسرع في أخذ القرارات وأعطي لهذا الشخص فرصة فهذا الشخص في هذه البطاقة هذا الشخص يستحق الانتظار والحياة التوقيت الإلهي هو الذي سيعمل في حياتك العاطفية هذه البطاقة تقول لك هذا وهذه البطاقة تقول لك أيضاً خلي عقلك منفتح تصرف بحكمة ووعي وخلي عقلك منفتح وهذا الشخص يستحق منك الانتظار لا داعي للقلق ولا تخف ولا تحزن وتذكر بأن الله دائماً يقف بجانب من يذكره اذكر الله وصلي وإذا أردت أن انتظر هذا الشخص فهذه البطاقة تقول لك هذا الشخص يستحق الانتظار والقرار هذا يعود لك فأنت هذه مصلحتك وهذه حياتك إذا كانت عندك ظروف أحسن فرص أفضل لا من وهذه هي الكروت تنصحك بهذا وأنت لديك القرار شكراً لكم مواليد العدراء على هذه المشاهدة وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله شكراً لكم